السلام عليكم الصلاة هي عماد الدين وهي الركن الثاني في الإسلام علمها الله عز وجل لجبريل عليه السلام وعلمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي نور للعبد في الدنيا ونجاة له يوم القيامة فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والحديث رواه بن حبان لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أربع مواضع في الصلاة أربع مواضع الموضع الأول فقد روى البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك بن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من هذا الحديث يتبين لنا أن رفع اليدين في الصلاة في أربع مواضع وهي عند تكبيرة الإحرام وإذا أراد أن يركع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من جلسة التشهد الأول للركعة الثانية أما صفة رفع اليدين وكيفيتها فيصن رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين وهو مذهب الشافعية والحنابل وبه قال بعض أهل الحديث وابن عبد البر فرفع اليدين في التكبير له طريقتان الأولى رفع اليدين إلى حذو المنكبين والثانية رفع اليدين إلى الأذنين مع العلم أن كلا الأمرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وهذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم لذلك يعني كلا الأمرين إن شاء الله جائز ترجمة نانسي قنقر